صباح على حضراتكم وراء تانية وكالعادة دايما بيكون معنا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم ودايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح ومن أبرزها تلقي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هتفي من محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي لتهناء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتمنيا لمصر كل الخير والازدهار امبارح أيضا نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء أما وزارة الداخلية فقد أعلنت مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس لمدة شهرين قادمين في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي اللي توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر كل الخير والازدهار حكومة وشعبا وخلال الاتصال أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لرئيس الوزراء العراقي وتمنياته للعراق الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بيتضمن إنفو جرافات للحصاد الإسبوعي للمجلس خلال الفترة من 15 لحد 21 إبريل وشامل الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي أم بها امبارح وزارة الداخلية أعلنت مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مسيلتها بالأسواق بنسبة تصل لـ 60% بالمنافذ والسرادقات امبارح أمت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم لاحتفال بعيد الخطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عليهم وهو الأمر اللي لقى مردود إيجابي ومعنوي في نفسهم اشتركوا في القناة